البنيت جبنا عمال بناء بطون وعكد أنا سودت الدار كلها من جوا بإيديه الجفصين والدكرات والبلاط عانيت كعات سنة وأنا بشتغل فيها في الدار لما جهزتها وتكتكتها وبعد ما جهزتها عفشتها من أنواع العفش الغالي والحلوة وداري مصور يعني معروفة شفوها العالم من جوا وزيما أنت شايفة يعني ما بلكيهم اليوم أصعوا أربعة وصبع عندي ما بلكيهم عندي وطلعونا من نظورنا وبلشوا يهدو والحمد لله رب العالمين أكل شي الشكع عشرين سنة الشكع العمر كله ولسه أنا بديونه بأربعمية وخمسين ألف شيكل في الدار يعني ولا البطون ولا الحديد ولا الأممال يعني العالم مش رح ترحمني واينا بنا نشتغل ونسدد العالم شو ننسوي تشل واحد مال وبديو أخذه والحمد لله رب العالمين صامد أنا صامد هون في أرضي مش رح أطلع منها إن شاء الله تصل مرحل حط خيمي وظنك يقعد فيها إن شاء الله هم ظلوا مستمروا علي أن يهدد دار بأيدي يعني ظلوا مستمروا علي كعدة أسبوع هم يستمروا علي هدد دار بأيدي بس ما هديتها أجو علي مبارح كلولي ويجو أولد مبارح يوم الأربعة علي وما لكيت لهم من اليوم جيين الصبحية تسعة أربعة الصبح أنا ما بقدر هدد دار بأيدي أنا فش حدا بقدر تعطيه يولع أولاده يعني دار هاي دار الشكل عمر يعني صعب صعب جدا أنه واحد يهده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر